تتعالى الأصوات المطالبة بصرف مرتبات الموظفين التي حجمت عن دفعها ميليشيا الحوثي وفي الوقت ذات تكون بمعاودة تلويه بالحجج الواهية والمناورة نعم وهي التي لم تلتزم بصرف المرتبات من عائدات ميناء الحنين الحديدة كما نص اتفاق ستوكول الراتب حق لكل موظف يتحصله شهريا حق كفله القانون لكن الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية يخضعون لاشتراطات أخرى تجويع ونهب لحقوق الموظفين ورواتبهم تحت مبررات وهية ففي وقت يواصل الحوثي جني أرباح مهولة من موانئ الحديدة وموارد الضرائب والزكاة والأوقاف والوقود والغاز المنزلي إرادات كافية لتغطية صرف الرواتب بشكل شهري لكافة موظفي الدولة فعائدات الضرائب تصل إلى 627 مليار ريال يمني إرادات دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بلغت أكثر من 300 مليار ريال يمني خلال الأشهر الأولى من العام الجاري إلا أن الميليشية ما زالت تتحجج وتتنصل عن دفع مرتبات الموظفين وتواصل نهب المساعدات الدولية ما يفاقم الأوضاع الإنسانية التي دفعها بتعنته نحو الفقر وعلى الرغم من إجراء العديد من المفاوضات والاتفاق على صرف الرواتب إلا أن الميليشية الحوثية تتنصل عن الالتزام بها لتأتي وتلوح هذه المرة بتأسيس مرجعيات جديدة للسلام معتبرة ملف الرواتب أساس بناء الثقة خوفا من صخط الشارع وتعالي الأصوات المطالبة بصرف المرتبات وكأن اتفاق ستوك هولم مجرد حبر على ورق اتفاق قضى بدفع الحوثيين مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة التي تبددها الميليشياء في مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والأمنية فالتنصل عن الواجبات اتجاه الموظفين وإلقاء التهم والتهديد والوعيد لم يعد ينفع مع الفقر والجوع وهول المأساة التي يتعرضون لها إثر الممارسات الحوثية المجحفة بحقهم